تجاوزت مدينة عتق تحدي مواجهة مسلحة خطيرة بين قوات الأمن وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات إثر قيام الأخيرة بتنفيذ مخطط لسيطرة الأمنية على المدينة دون تنسيق مع اللجنة الأمنية العليا بمحافظة شبوة يأتي هذا التطور وسط تنامي حراك مجتمعي بدأت تجلياته تظهر في تجمعات المجتمعات تعبر عن تذمر أبناء المحافظة من تدهور الأوضاع في البلاد على كافة المستويات قصة التوتر الذي جرى احتوائه بدأ حينما تموضعت عربات مسلحة وأفراد تابعين لقوات النخبة الشبوانية في عدد من شوارع مدينة عتق ما دفع بقوات الأمن التابعة للشرعية والمسؤولة عن حفظ الأمن في المدينة إلى الطلب من النخبة بإنهاء النقاط التي استحدثتها وعلى الفور تصاعد التوتر فقامت قوات النخبة بإغلاق شارع حنيش بعد أن استحدثت نقطة أمام مدخل الشارع الواقع وسط مدينة عتق وأخرى أمام مبنى الشباب الرياضة بالمدينة التوتر انخفضت حدته بعد تدخل اللجنة الأمنية في محافظة الشبوة التي أقرت خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظة المحافظة على الحارث ربط جميع الأجهزة الأمنية بغرفة عملية المحافظة وأكدت كذلك على أن غرفة عملية المحافظة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمليات التواصل والتنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية بما فيها قوات النخبة عند تنفيذ المهام الميدانية الطارئة تصعد خطير جرى احتواءه لكن محافظة الشبوة مرشحة على ما يبدو لمزيد من التوتر والتطورات الخطيرة إثر تنامي التذمر الشعبي الكبير من سلوك قوات النخبة المدعومة من الإمارات وتراكم التصرفات الاستفزازية التي تستهدف مسؤولية الشرعية في المحافظة فهذه القوات نفسها سبق لها وأن اعترضت موكب وزير النقل صالح الجبواني الذي ينتمي للمحافظة في أواخر فبراير الماضي بينما كان الوزير في طريقه لزيارة بلحاف في الوقت الذي كان فيه رئيس هيئة الأركان الإماراتي لفريق الروكن حمد محمد ثاني الرميثي يزور المنطقة ذاتها وكأنه في بلاده من المهر إلى شبوى مرورا بحضر موت ووصولا إلى عدن تكرس القوات الموالية للإمارات وضعا يسوده التوتر والتجاوزات على كافة المستويات وعلى نحو لم يبقى معه كما يرى المراقبون سوى الحراك المجتمعي عالي السقف لاستعادة ما فقده الناس من حق طبيعي في الحياة الكريمة